لا لا سنخرج سمح لي وانت ستسمعها دقات في الباب تتنطي القفز تركونا قاسل مع لنا ما بينا لا موضين نقل سوحداها موضين نقل سوماها موضين نقل سوماها موضين هضروا معاها حشوما راختك هذي جات عند الوليدة ديالك تشوفها فق اخرجنا عندها هتشير طلع لي فراسي يا نايا وانتو ما اخوتي سمعتوا كل شيء على ودنيكم انا مزوجة بهات السيد هذا هو الصغير في دارهم ماما قتلك نونوكح العيونه ولدي ما يخرش من الدار ويبقى معايا قلنا ماشي مشكل غير انا وهو والوليدة ديالك ولكن السيد ردير لي يلقوق في الراس اعرفته اخته الكبيرة فيتاب خمسة وعشرين عام راه غير تتجي تولي الولد كله تققف هذا الخوف ما تخافوش من امه اللي ولداته اعلى شهد شي الله اعلم ايوغان بداليكم القيصة دياله من اللي كان صغير عرفته الوليدة دياله ما ولداته احتكملت الولاد كاملين وقالت صافي ما بقيتش تنولد شوية هي تحمل به اعرفتي بغويت طوع لهد الوليد هذا ما كانوا كلهم كبروا وهد الوليد سع ما ولدوه ديال الشوق ايوغ كل شي تيربي ايوغ كل شي تيفرح به هاد اخته هذه الكبيرة تقريبا هي اللي رباته وكانت معلمة هي اللي قراته ابقى فيه ذاك الخوف انها اخته الكبيرة وانها معلمته ولا عايش معاه تخيلوا يا اخوتي راهي لقيت الكلمة والله ما يعودها موراه اشتلا قلت له طلق هاد فلانا ايطلقني انا دابا قلت مجبارة باش نكون معها زوين لانه اللي قلت معها خايب ستدير لي نباص مكينش بحاله وخاصة انها هي قبيحة وشريرة ما عرفتش دابا انا اشغا ندير مع هاد الراجل عييت في الاول منصبة دابرة لمدة دير تلت سنين ولكن ما بقيتش قادرة حيث ولت تدخل بشي حوايج بعادين عليها ما تدخلش فيهم حتى عقوزي انا وراجلي نهار اللي تزوجنا قلنا احنا بقنا صغار بالله تعلينا وغن ولده تنذيروا وربع سنين ولا خمس سنين ديال الزواج دابا ولت تدور وتتقول لنا خسكم تولده ولا يقول لي اختي فتيحة ضروري خسنا نولده كيفاش؟ ولت اختك هي اللي تتقرر فقش غن ولدانا وزوينا هادي وقل لي ها الى مبعدتش مني راني غن دير لي هاشي شوها عمرها ما حلمت بيها انا ما تهمنيش لكن انت يا اخوي انتايا عندك عقدة نفسانية وتتخاف منها ودير لي هالحساب انا راه ما تتهمنيش فهمتي؟ انا راه غير على وجهك لحدي الان اما دابا من اللي وليت يا سيدي تتأخذ بالقرارات ديالها انا ما سنعقل على التواحد فيكم رد بالك اما تبعد منا وتعطينا التساع اما سنخرج مع هاللعب هاد شي هو اللي قلت لي واش قلت الغلاط وغيلك انت قلت شي حاجة ماشي هي هادك قولوها لي ايوا يا اخوتي انا حدي قلت هاد الكلام وتخاصم معايا دابا المدد يلست شهور وهو مخاصم معايا ينعس في الصالة وانا تناس بيت نعس اعلاش تضريع الاختي بهذه الطريقة ايوا يا اخويا واش بغيتها تبقى جيت تصرفقني ايوا من هذه الهادي دابا ستقرر لي فوقها سنولد شوية ستقرر لي وقتاش ناكل شوية ستقرر لي وقتاش نشرب ايوا هذه راه تولد داخله معايا في لحمي وفي دمي بالزاف عليا ايلا بغيت يا اخويا تتقلق غير تتقلق ايوا من المشي تلل نحذره قل لي يا شوفي انا نهار اللي ستقرر تولدي سندخل معك البيت الناس واشوفوا الرجولة الاخر الزامن الراجل كانت يخاف من امه تنقوله ماشي مشكل هذا ولا يخاف من خطوط يالله دابا كيف ندير معه هذا عييت ما نفكر وعييت ما نقلب وتنقول غير حل واحد نديره معه ملقيتها حل ايوا شوفت تعييت وانا نقول هالعقوز دي قلت لها شوفي اما بنتك تعطينا التقار وتبعد منا وتخلينا نعيش حياتنا اما هنهزوا باقاجنا ونمشيوا في حالاتنا نقلبوا ونسكنوا قلت لي يا بنتي ملكي ما الذي يحضر معاك قلت لي يا سيدي ما تبقى تدخل فيها ما تقول لي يا شوفي ولدي شوفي ولدك وش ما لاحظتش تنعس في السالة قلت لي لاحظتها قلت لي اوالله رام خاصم معايا حيث انا ما بغيتش نوافق على الهضراء اللي قالت بنتك ايوا بقعت مسكينة غير ساكتة وقلت لي اذا بتتخسر العلاقة ما بينه وبين اخته قلت لي لا تنخسر العلاقة ما بيني وبين اخته علاقته ستدخل معايا في دمي ستبريني ما ستدير في حياتي اما تمشيني على قانتها ولا تنخسر معايا وقرها خاسرة اخالتي قرها خاسرة ايوا سمعني نجع وقب حالك وتنغوت هو يجي لي جالي يشدني من حوايجي واخد خضني واحد تخد خيضة ودفعني قال لي يا شوفي الله يخليك انت را كيف يفوت قدرتها مع اختي وقلنا مش مشكل ده بجا يبهجم على الوالدة قلت لي همهجم على الوالدة لو انه قد يكرمت الحق ايوا بقينا تنتغوته هو يغوت وانا نغوت بغى يضربني امه تتفك احنا بحال هكوك حتى دخلت لوستي ما كم على هاد الغوات قلت لي ها عقوزتي دخلي سقراسك خليهم بيناتهم قلت لي ها لش ندخل سقراسي هذا را اخويا وولدي قلت لي ها عرفتي شنو انا هنخليه ليكم انا اصلا الولد اللي عنده جموات ما عندي ماندير به اهزيت ساكي ومشيت المهم اللي وصلت لدارنا عودت الوالدة كل شي والوالد قلت لي هم راني عييت راهد شي بزاف راهد التحكم لي في حياتي خطوة بخطوة انا ما نقدرش نستمر مع هاد السيد من غير اللي كانت عنده شي شخصياني تلي ديال بالصح اما هذه الشخصية اللي عنده رغى ديال الميكة ما زالكو كانت عقوزتين قولوا عقوزتي غا نصرطها بكز دلمة ايوه هذه اختوغة تبقى تحكم فيها كما بغت هي تدير ليها بزاف المهم قلت لي الوالدة شفاء بنتي اريحي في داركم حتى يأتي وانتفاهموا احنا نعرفون هادروغة ما عقوزتك هي اللي مسؤولة انا ما تنعرف لالوستك لوانه دكشي اللي كاين بقيت غالصة الشهر ما كاينش اللي عيط لي وليسوه فيها حيث ما يقدرش ما يقدرش يخالف الاوامر الاخته ويسوه فيها وانا عايرتها وغوتت عليها عرفت بقيت دكشهر سوف نموت بالغذائد مال هذا يربح لهذا عرفتو انا مع صبا ومقلقا وحالتي حالة والراسة يضرني المهم اللي تزاد علي الحال هزتني الوالدة وداتني للطبيب والمفاجأة الكبيرة هو ان الطبيب قال الوالدة رأي بنتك حاملة مفاجأة كبيرة ما عرفش كيفاش وخكنا دائر الاحتياط المهم بقينا ساكتين واحد النهار عيط له في التليفون وقلت لي راني حاملة ساعة ما باش نقصره الشر وترجع المياه لما جاريها قال لي يا بنت الناس ما بقيتش باغيك وما عندي ما ندير بك قلت له علاش ما هو السبب؟ حتى ما تخاصمت معاك وقلت لي قلت له اختك قال لي يا انا اللي تقاس لي يا اختي اللي رباتني ودائرها في بلاست الوالدة ما عندي ما ندير بها قلت له هذا الشي اللي يفكر شي قال لي اضبرا الراسك قلت له يا اختك كانت بغاني نحملها أنا حاملة قال لي يا ما بقيناش بغان هذه العلاقة تكملها وانا يا ندمت تتزوجت بك انا كانت اسحبت لي في الاول راكي درويشة وغات عيشي تحت الضل دياننا الساعة انتي صدقتي ممزياناش عباد الله هذا غي هدرت غي هدرت مرة واحدة دار لي بحل هكا قلت له صافة يا اخويا قلت له اوخة جيبوا لي الغياطة والطبالة ما نرجعش لديك الدار وعمرني لك قلت لك مرة ما زال وهذا الشي اللي يفكر شي ليه الله واتطلقنا دابا ولدي عنده ثلاث سنين مرة مرة تيجي تيديه حيث هو تزوج وطلق تيجي يديه باش تشوف امه وتشوف اخته شا نقول لكم انا خلت لها الله هو اللي غي ياخد فيها الحق حيث طلاق صعيب وإلا كانو الداري تيكون اصعب ربما انا مصبرتش ولكن راه مستحيل مستحيل شي وحده تصبر اللي وسطها تتحكم فيها كيف ما بغات تخيله شتوي لك اننا غنصافره بحال اليوم تتقول له لا خلي تلغدة تتحكم فيها لك اننا غنصافره مستحيل لك اننا غنصافره تتقول له لا باللاتي تلسع على الخرى يعني ما تخليكش تعيش مرتاح هذا كشي ما قدرتش نصبر واخاكاك ندمت لأن المسئولية ديالي الوليد صعيبة صعيبة يتربى بلا أب هذا كشي على شتنقول خليت لها الله واللي يخد فيها الحق